الفترة اللي فاتت والأيام الأخيرة شفنا موجة حرة قوية جدا وزادت معاها الشكوى من حروق الجلد والإجهاد الحراري واسمعنا تحذيرات كتيرة جدا في أوقات معينة أن احنا لازم نبعد عن أشعة الشمس المباشرة عدم التعرض لها خلال الساعات الأولى من يوم تحديدا من الساعة العشرة حتى الساعة الرابع نعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع ده والمشاكل اللي احنا بنشوفها مع الإجهاد الحراري وحروق الجلد بالضبط يمكن الفترة اللي فاتت في أجازة العيد ناس كتيرة يمكن راحوا البحر طبيعي لكن ناس كتيرة للأسف تعرضت ليه يمكن حروق وفي بعض الحالات ورم في وشهم وفي أفيق ساعات بتحصل الحاجات دي كلها بسبب الإجهاد الحراري أو تعرض زيادة عن نظوم للشمس خلونا نعرف أسباب الشكوى من أشعة الشمس الزيادة على جلدنا الحساسية كل الكلام ده هيجاوبنا عنه دكتور ماهر محمود استشاري الأمراض الجلدية اللي منوارنا في استوديو أهلا بيك يا فندم أهلا بيك يا فندم أهلا بيك يا فندم سوا خير يعني احنا قلنا لك يمكن حاجات كتيرة جدا في المقدمة لكن خليني أسألك بالتحديد عن أسباب زيادة الشكوى من الحساسية أو حصية الجلد بالتحديد لما بنتعرض للشمس وليه بقينا مؤخرا كتير قوي بتلاقي جلدنا بتحرق من الشمس الحاجات دي كلها هيمكن بكتش موجودة كتير زماني دي حقيقة هو فعلا الأسف في الفترة الأخيرة نتيجة التغير اللي حصل في المناخ في العالم كله والاحتباس الحراري بدأت توصل للأرض مجموعة من أشعة الشمس نوع من أشعة الشمس مؤس جدا للجلد اللي هي الضرر وطبعا دي بتكون موجودة دايما من الساعة عشرة لحد الساعة خمسة وكتزيد عن خمسة شوي دايما بيقول لأشعة المفيدة اللي هي قبل عشرة وبعد الساعة خمسة ممكن يحصل لو الواحد تعرض للشمس الفترة طويلة ممكن يحصل مجرد يعني حرق من الدرجة الأولى اللي هو مجرد إحمرار في الجلد والاتهاب في الجلد ممكن يدخل لحرق من الدرجة التانية التانية يعني بيظهر فيها زي فقه فيه كده وفيها مية وبيظهر زي ورم فيه المنطقة المعرضة زواء الوش أو الإيدين أو ممكن يحصل في الجسم كله مش لازم يكون فيه المكان اللي اتعرض بس طبعا دول بننصحهم بسرعة جدا أنهما لازم يبعد عن الشمس ممكن نستعمل حاجات بردة على الجلد زي التالج لو كان حالما يشوف فاندم الحرق ده اللي هو مدرجة الأولى أو التانية يحط على طول تالج يحط زي تالج ويعرضها الحاجة بردة أو نستعمل كريمات تلطيب أي كريمات تلطيب موجودة في البيت ممكن نستعملها أي كريمات فيها مادة الاسترويد أو مادة الكورتزون ممكن يستعملها برضه على بل ما يشوف طبيب ممنوع استعمال بقى معجون الأسنان ممنوع استعمال الزيت ممنوع استعمال حاجات اللي كنا دايما كانت الناس بتقولها بشكل عشوائي زمان لو حرق من الدرجة التانية اللي هو فيه زي فأفيق ده لازم مستشفى ولازم دكتور على مطل الخطر لو حصل زي ورم ورم سواء كان في الشفايف أو ورم في العين أو ده بدأ يحصل تغير فين في النفس نفسه أو لو حصل زي إغماء ده لازم يتنقل بسرعة جدا للطوارق طيب يعني النهاردة الأطفال هل النهاردة اللي حديك هتقوله الكبار زي الأطفال ولا لأ أنا عايزة عارف بس في البداية كده طيب وحن رقم واحد خلناه الأول في الوقاية من البداية لازم الواحد يبتعد عن الشمس رقم اثنين يعني ما تعالش الشمس في الوقت الخضر رقم اثنين لازم يستعمل واقع شمس واقع الشمس ده مهم جدا وبيحمينا من حاجات كتير جدا طيب سامحني أنا بس عشان بجد في بعض الناس كده قالت بتقول حاجات مؤخرا وانت عارف ان كل شوية فيه دراسات جديدة سامحني ان انا هقولك كده لكن بعض الدراسات بتقول انه جديدة حديثة جدا انه واقع الشمس ده طالع خطر وفيه مواد بترولية خطر والكلام ده لا طبعا كلام ده خطأ تماما 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 واقع الشمس بيحمي من سرطان الجلد يعني نحن نسمع كلمة سرطان ده شيء مخيف جدا يعني مش خطر على الأطفال نهائيا من أول ست شهور من عمر ست شهور الأطفال يبدأوا يستعملوا سان بلوك وانا بقول لهم اهو نستعمل نفس بتاع الأم مفيش قصة فرق مفيش فرق نهائيا بين بتاع الأطفال وبتاع الأم من أول عمر ست شهور دايما بنصح الأسرة كلها تستعمل واحد بس تخلصه وتفتح واحد تاني عشان ما يتفتحش ويتساب لان احنا استعملنا فيه دايما بيكون ايه بيكون قليل للأسف الشديد بس خلينا دايما نستعمل كمية كافية يعني عشان أحمي جلدي بشكل كامل من كل الأخطار اللي هي زي لقدر الله سلطان الجلد زي التجعيد اكتشفوا أن في نوع من أشعة الشمس ده بيدخل بيكسر الكولوجين حتى تلاقي أكتر ناس عندهم تجعيد مين؟ أهلين بقى اللي هم الفلاحين طول نهار في الشمح أو أهلين العمال طول نهار في الشمس لا عندهم الخطوط مرسومة في الشم لأن الشمس تكسرت عندهم الكولوجين المسؤولة عن نظرة البشرة دي نقطة مهمة جدا بش كل الناس عندهم إمكانية أنه هو يخط سان بلوك وده سؤال مهم جدا أكيد أي حد يتفرج علينا هيقول بش كل حد ممكن يقدر غني قوي كامل ساعة خصوصا طبعا مع زيات الأسعار والأسعار غالية ودايما مرتبطة فكرة السان بلوك بالشواطئ لما الوحد يعني بتعرض لشمس الفترة طويلة طيب اللي يستلزم شغله إنه يبقى موجود في مكان عمل مهندسة عامل أمين شرق يعني شرطة بيقعد فترة طويلة جدا تحت الشمس ممكن يعمل إيه؟ طيب رقم واحد يقلل الطعام رقم يمكن يلبس كاب ممكن يلبس نظارة شمسية يلبس نظارة شمس أي حاجة تخطيه من أشعار شمس المباشر حماية فيزيائية يعني ببنع وصول الشمس إليه على قد ما يقدر مش لازم نجيب البرندات الأجنبية خالص نهائيا يعني فيه حاجة كتير جدا خطيرة جدا وأسعارها مناسبة جدا وعن تجربة وعن فعاليتها فأني يعني بتقعد فترة وقت هو المفروض لو بيتكلم بشكل علمي المفروض يعني يتكرر كل ساعتين بس دايما بقولك ما لا يدرك كل يدرك كل يعني لو على الأقل خالص مرتين في اليوم مرة صبح ومرة وانا راجع من شغلي نحط كمية كافية بقدر الإمكان حتى كمان ساعتنا قلت من شوية أنه مرتبط بالمصائف لأ ده واقع الشمس يتحط حتى فين في الشتاء المشكلة مش المشكلة مش طبعا ده ساعتك الناس كتيرة بتقول حتى لو أنت قايت في البيت بس فتح شبابيك تحب صدق ده مهم لأن اسمه العلمي واقع الضوء الضوء اللي أحد يقوم فيه ده ده واعتبر ضوء مؤذي للجلد فلازم نحط واقع الشمس من أول SBF30 كفاية جدا مش لازم أجيب مية والأرقام يعني بس بعيد على كلام حضرتك إن هو مش خطر على الأطفال عشان بعد كده الفيديوهيت اللي بتطلع على مواقع التواصل اجتماعي إنه بلايش سام بلاك للأطفال لا هو مش خطر على الأطفال بداية من ست شهور فيما فوق من ست شهور بالزبط ممكن يستخدم السام بلاك بتاع الأم بتاع الأم نفسها بتاع الأم وليستخدم بلادات المصرية عادي جدا جدا ودي بتبقى وهي واحدة للعائلة كلها فيش حاجة للأطفال بس ودي نقطة مهمة جدا هي واحدة لما تخلص تجيب واحدة يعني الأب يجيب واحد لنفسه وإمه وإبنه يجيبه لنفسه بالزبط فطبعا ده مهم جدا الفترة اللي جاء دي بالزاد ناسة تقولي طب أجيب فيتامين دال منين ما هو فيتامين دال معروف من مصدره الرئيسي الشمس يكفيني التهارض فقط لمدة ربع ساعة كل يوم أو كل يومين عشان أخد فيتامين دال بس من كام لكام حضرتك قلت لنا من عشرة لخمسة خطر قبل عشرة وبصراحة فيتامين دال فيتامين دال موجود ما بين الساعة 11 ونص والساعة 1 ونص فيتامين دال موجود في الحتة اللي هي الخضر بس هنا كلنا بلا استثناء أكيد نبقى دقيقتين وإحنا بلك العربية مثلا في الساعة 2 خمس دايق وإحنا راجعين هتلاقي نفسك أكيد بيتعرض للشمس من وقت من وقت للتاني لكن سؤال هنا على موضوع فيتامين دال لأنه ناس كتيرة بتقول أنه لازم تعرض إيدك جزء من رجلك صح والأي لا يكفي جدا وإحنا عادي جدا في العربية ممكن يبقى جزء بس من الإيد معرض وزي ما قلنا ربع سأي جزء من الجلد يتعرض فيتامين دال ناقص عندنا كلنا ناقص عند 80% من منطقة الشرق الأوسط نظرا للون البشرة اللون البشرة ببقى غامئ سنة ده ده ببقى تكوين الفيتامين دال قليل يمكن في أوروبا بشطرتهم الفتحة بتكون فيتامين دال أكتر مننا وأسرع مننا وإحنا بلاكتشف ده مع التحليل بقى لما بنعمل تحليلات بنشوف أنه فيه نقص في فيتامين دال على شكل ناقص عندنا ناقص عندنا 8% ده رقم وبعدل السفتي فيه عالية يعني هو أصلا من 30% ولو أخدت زيادة بيطلع عن طريق البول فببقى ما فيش منه مشاكل أو طبعا عايزة أسأل حضرتك دكتور ماهر عن الأكلات في بعض الأكلات بتعمل حساسية للجلد وبتزيد الحكاية دي معانا في وصل الصيف دي حية هو طبعا لو قلنا عن أسباب الحساسية أسباب الحساسية كتير جدا 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 أشهرهم الأكل والأكل بيمثل فقط 1% من أسباب الحساسية لو قررناها بالأدوية الأدوية بتمثل 12% من أسباب الحساسية الحساسية اللي هو مجرد بيحصل زي طفحة جلدي لونه أحمر حاجة بتهل عن الجلد شوية بتبقى مسحتها قد أستيكل ألم الرصاص أو ممكن تجبر تبقى أد الطبع كده تقريبا يكون يبقى أكتر من واحدة مع بعض ودائما المصحوبين بهارش أو بحكة تختفي وتظهر تاني يجي العيان من البيت يقول لك والله كتت موجودها في الطريق وأنا ماشي خفت فبقول لك هي لسه هتظهر تاني ده بنصنفها لألتكالية حدة لو قعدت في الجسم أقل من 6 أسابيع ولو قعدت في الجسم أكتر من 6 أسابيع بنسميها ألتكالية أو حساسية مزمنة لو قعدت أكتر من 6 أسابيع لازم نبحث السببب السبب ممكن يكون زي ما قلنا أكل وده ممثل 1% ممكن يكون أدوية الأول في الموضوع ممكن تكون توتر التوتر سواء كان توتر في حد متوتر عنده مشكلة نفسية أو مشابة بيزيد عنده الأدرينالين أو بيزيد إفراص الكورتزون في الجسم فبيسبب الحسية أو لو في حد بيعمل مجهود زيادة عن اللزوم يقول لك وأنا في الجم وأنا في الأسناء الرياضة حاسد بشكشكة في جسمي أو التعرض لأطراف الحرارة الحرار الشري يبحث ثاني جسومة المعدة مشاكل غضة ضراقية مشاكل الكبد كل ده سبب من أسباب الحسية في الجسم طب والأطفال بقى اللي بيتعرضوا للإجهاد الحراري والحاجات دي نعالج الموضوع ده ازاي معه طبعا الأطفال بيبقى من علامات الخطر عندهم زي ما قلنا أنه حصل اختلاف في التنفس أو أغمى عليه أو لو بدأ يظهر ورم في جسمه ده لازم ننقلوه بسرعة في مكان بارد ولازم نستعمل معاه زي مية تكون باردة شوية ويبدأ ياخد حاجات مضادة للهستامين مضادة للهستامين من المسموح باستعمالها في العالم كله الشخص يستعملها من نفسه بيقولك ممكن تجيبها بشكل مباشر من نفسك على بالما الدكتور يشوفه ممكن يبدأ يستعمله كورتزون أو مشابه على حسب الحالة اللي قدامي طب بالنسبة للأطفال لحديث الولادة في الشهور الأولى دائما بنسمع كده أنه لازم نعرضهم للشمس أكتر هل الكلام ده صح وإمتى الأوقات اللي بفروض أعرض فيها طفلي في الشهور الأولى للشمس طيب طبعا الشمس علاج والشمس دي حاجة مهمة جدا 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 وبتحمي من الاكتئاب وبتسبب وبتزود بناعة الجسم فدائما بنوصي أنهم هتعرضون للشمس قبل الساعة 10 الصبح وبعد الساعة 5 يقعد الطفل كده جسمه يعني مكشوف شوية وخاصة في فصل الصيف زي اللي احنا فيه ده ده أكيد طبعا هيفيده جدا لكن ما فيش حاجة بعد الشمس مثلا نحطها له على جسمه بيبقى فيه مرتبات بتاعت الأطفال دول أقولنا من البداية لازم نحط لو حصل غير السان بلاك نحط كريم مرتب لو حصل حلق من الشمس كريم مرتب أي كريم مرتب موجود في البيت أي كريم فيه كورتزون برضو موجود في البيت ممكن يستعمل لمرة أو مرتين أو ثلاثة لحد ما يوصل للدكتور يبقى كريم مرتب وأي كريم فيه كورتزون بيساعد جدا أنه يعليج لحروق الشمس على بل ما يوصل للدكتور إيه هي الأمراض الشائعة كمان في فصل الصيف الأمراض الجلدية دايما الفصل الصيف هو فصل الأمراض الجلدية تقم واحد وجود حب الشباب نفسه بيزيد في الصيف ليه بيزيد في الصيف حب الشباب ليه بيزيد في الصيف الشمس خطر على الجلد والجلد فهم الكلام ده كويس جدا ساعة ما بتعرض للشمس يبدأ الغدد الدهنية الموجودة في الجلد دي تنشط عشان تطلع المادة الدهنية بتاعتها عشان تعمل زي طبع عزل على الجلد الغدد الدهنية لو تنشطت بتعمل لي حبوب شباب مشاكل الثانية الثانية بقى بأنواعها الثانية أصلا فطر عايش على الجلد باستمرار على جلدنا وكلنا بينشط لما الشخص يتبال كتير وإحنا في الصيف بنتبل كتير سواء كنا هننزل مية أو سواء كنا بنعرق العرق المشابة وتيجي بقى الثانية بقى بأشكالها وخاصة الثانية الملونة اللي بتبع عبارة عن زي نقط أو بطش كده لونها أحمر أو لونها بني أو لونها أبيض ربي حسب تغير في لون الجلد يعني اه اختلاف في لون الجلد وده وطبعا دي غير معادية ده النوع الوحيد من الثانية الغير معادي وبتخف بسهولة معظم الأمراض المعدية الجودر مثلا بيزيد شوية في فصل الصيف هو منتشر في الفترة دي للأسف نتيجة برضو الاختلاط ونتيجة أن الناس بيتقابل مع بعض كتير في الصيف نتيجة نوع بيستعملوا حاجات بعض أكتر برضو على الشواطئ أو مشابه ففرص وجود عدوة بكترية عدوة من فيروس زي جودري أو مشابه طيب فيه روتين معين الإنسان المفروض يستحمى به عشان يخلي الحاجات اللي هي التانية والكلام ده ما يقي نفسه منها هو دائما اللي بجيدي عنده تانية بقوله ده مرض الناس النضاف الناس النضاف اللي هو ما بياخدوش هور كتير أنا فهمه بس حريك قلت بمبلول فهو تنشيف الجسم بشكل مثلا أكتر شوية اللي عنده تانية ده بننصحه دايما أنه هو يقلم الشوار عد ما يقدر رقم اتنين هو بياخد الشوار بتاعه ممكن يستعمل أي شامبهات مضادة للإشرة يغسل بها جسمه لأن معظم الشامبهات المضادة للإشرة فيها مادة مضادة للفطريات على اعتبار أن سبب من أسباب الإشرة الرئيسي الفطريات ياخد بيش هور ويسيبه ثلاث دقيقة قبل نشطفه وينشف جسمه كويس جدا ننصحه دايما أنه هو ينشف جسمه على قد ما يقدر ده كده هيحمي نفسه من ظهور أي أعراض للمرض التانية طيب عندنا كمان من الحاجات المهمة في فصل الصيف فكرة شرب المياه كتير وشرب السوايل والعصاير والابتاعات كمان على المياه الغازية لأنه بتعمل مشاكل برضو بشكل كبير هميه ده للبشرة هميه ده للجلد أننا أزود شرب مياه أكتر حتى من المعدل الطبيعي بش يحصل مشكلة والعصاير كمان مهم جدا إحنا في فصل الصيف بنفقد مياه كتير جدا سواء كنا عن طريق العرق أو سواء كنا عن طريق المجهود أو أننا منسجمين ونفسين نفسنا شوية فننسى بنشرب المياه مهم جدا بالنسبة للبشرة خلنا نقول التشبيه اللطيف لو رحنا بتاع التفاح مثلا عند التفاح شكلها عامل ازاي شكلها بتلمع ورعبع جدا ليه لأنها لسه فيها المياه بتاعتها وهو حط نفسه عليها مادة من بره زي الفازلين دي كمادة مرطبة عشان تحمل مياه بتاعتها أنها ما تفقدش عن طريق ايه الطبخ طب دكتور يعني نصيحتك بقى للسيدات بتفرجوا علينا دلوقتي وأنا شايفة يعني ما شاء الله روتين حلو قدامي فالسيدات تعمل ايه عشان تحافظ على نفسها من اللي بتاخد تان بقى بالزيت اللي عايزة تسمر وتعود في الشمس فترات طويلة تحافظ على بشرتها ازاي الكالاجان أعيد نشاطه ازاي في البشرة الحاجات الحلوة الجميلة دي كلها لو حالك قلت التان فرصة نحن نحصل من التان التان هو سبب رئيسي فيه من أسباب السلطين الجلد فرجاءا نحاول يعني لو مرة كل كم سنة كده ما بنحاول بقى اللي كان نريد عنه هو شكل لطيف وكل حاجة ولكن هو خطر ولسه قلنا من شوية ان الشمس بتكسر الكولوجين فمع الوقت هنلاقي ان الكولوجين يتكسر هنلاقي النظرة بدأت تقل هنلاقي التجعيد بدأت تظهر بدري خلنا لون سممكن التان ده يجي بشكل طبيعي النسيبه يجي بشكل طبيعي غصبا عننا ما نعودش بقى في الشمس ونحط تان اويل التان اويل ده كمان بيعمل امتصاص لأشعة الشمس بزيادة فبتزود فرص خطر الشمس الأخطر منه حاجة بيسموها التان بد بيدخلهم في أماكن كده زي سريل كده وبيتعرض لأشعة ما يشبق أشعة الشمس وده خطر جدا وغير مسموح بوجوده في أي مكان في العالم بنصح أي بنت انها يكون عندها روتين للبشرة اللي عندها بشرة دهنية لازم يكون فيه غسول يومي على الأقل مرتين في اليوم أستعمل كريم الترطيب حتى لو بشرة دهنية تستعمل كريم خاص بالبشرة الدهنية واقع الشمس مهم جدا أجي بالليل برضو أستعمل غسول بتاعي وأستعمل أي حاجة فيها ريتينول أو فيتامين سي أو هيرونيك أسد وبنصح نعمل زيتاء شير للبشرة مرة كل أسبوع بكريمات موجودة بكتبها الدكتور في البيت أو مرة كل ست شهور في العيادة ونرجعتنا للشرب المية شرب المية ده حاجة صحية جدا 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 الأكل مهم قوي الخضار الفكهة البروتين دول أساس نظرة البشرة شكرك دكتور ماهر محمود ماهر محمود استشاري الأمراض الجلدية على وجود حدك معنا وأكون نصايح الديتالي دي يعني هنعمل بيها شكرا جدا نورتنا وشرفتنا دكتور ماهر ويعني دايما منور صباح الخير شكرا جدا 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 بسانت تتكلمنا عن شرب المية مهم جدا والعصير بننهي برضو حلقتنا بالكلام الجميل اللي قاله دكتور ماهر مهم جدا نشرم مية وسوائل على قد ما نقدر عشان يعني نقاوم كده فقد المياه ودرجة الحرارة المرتفعة اللي احنا بنعيشها اليومين دول